لم يعد أحمد نجاد الفرس الرابح كما كان بالنسبة للمرشد الإيراني خامنئي الذي تخلى عنه بحسب آخر خطاباته والذي ذكر بأنه استقبل فلانا في إشارة ضمنية إلى نجاد وأبلغه عدم قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وذكر خامنئي أن ترشيح أحمد نجاد يخلق حالة من الخلافات والانقسام ولا يصب في مصلحة إيران وسيؤدي إلى استقطاع بمضار أكثر على البلاد حسب وصفه إن عدم رغبة خامنئي في ترشح أحمد نجاد للانتخابات يعود بالدرجة الأولى إلى أن نجاد قد خذل المرشد الذي وقف إلى جانبه سابقا وأن نجاد قد أدر كثيرا بالبلاد وصعد المواقف مع الدول العظمى فيما يخص الملف النووي وفشل في المفاوضات وشهدت فترة حكم أحمد نجاد الكثير من فضائح الفساد وملفات الاختلاس والرشوة والسرقات والتي شكلت ضربة موجعة للمرشد خامنئي الذي أشاد كثيرا بأن حكومة نجاد الأكثر نزاهة في تاريخ إيران محاولة منه لتلميع صورة نجاد المقرب منه والذي حظي الأخير بتأييد المرشد لنتائج انتخابات الرئاسة عام 2009 والتي أعقبتها اندلاع الانتفاضة الخضراء ضد نتائجها والتي جوبهت بقتل المتظاهرين من أتباع مهدي كاروبي وموسوي القابعين تحت الإقامة الجبرية ليومنا الحالي لقد اقتنع خامنئي بأن نجاد لم يعد يصلح لإدارة سياسة في إيران في ظل الأوضاع الحالية لإيران والتي نجح خلالها روحاني في تضليل الدول العظمى وتمرير اتفاقية الملف النووي لكننا كشعوب إيرانية لا فرق عندنا بين نجاد وروحاني كلاهما وجهان لعملة واحدة وفي ظل التداعيات الحاصلة في المشهد الإيراني يرى المحللون أن المستفيد الوحيد منها هو الرئيس الحالي حسن روحاني الذي انتخب عام 2013 والذي من المتوقع أن يعيد ترشيح نفسه لرئاسة أخيرة عمرها أربع سنوات قادمة لضمان المزيد من التقارب مع من كان حتى الأمس القريب الشيطان الأكبر